بهدف دعم الجهود الدولية لتحسين الوضع الإنساني في اليمن الذي يواجه أسوأ أزمات إنسانية بالعالم في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد وأمراض أخرى انطلق في العاصمة السعودية أرياض مؤتمر افتراضي للدول المانحة بالإضافة للأمم المتحدة المانحون تعهدوا وفق ما أعلنت الأمم المتحدة بتقديم مليار وثلاثمائة وخمسين مليون دولار كمساعدة مستعجلة لليمن وهو أقل من المبلغ المستهدف البالغ مليارين وأربعمائة مليون دولار وهو ما يعكس القناعة بأهمية هذا المؤتمر لزيادة الوعي بالأزمة الإنسانية في اليمن والإعلان عن تعهدات مالية لسد الاحتياجات الإنسانية هناك وأعلن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان في افتتاح المؤتمر تقديم بلاده نصف مليار دولار لمساعدة اليمن داعيا المنظمات الدولية للمساهمة في مؤتمر المانحين كما قدمت كل من النيرويج وهولندا والسويد 220 مليون دولار فيما أعلنت بريطانيا تقديم 200 مليون تستهدف 300 ألف شخص كل شهر وفق ما أعلن المسؤولون البريطانيون من جانبه قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتريش في كلمة له أمام المؤتمرين إنما يزيد على 24 مليون يمني بحاجة إلى مساعدات عاجلة مشيرا إلى أن عدد من نزح داخليا بلغ 4 مليون شخص وأكد جوتريش أن نصف اليمنيين لا يستطيعون الحصول على مياه نظيفة لافتا إلى النقص الكبير بأجهزة التنفس وسيارات الإسعاف ومعدات الحماية الأساسية في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد وأوبئة أخرى